موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مشاهدين الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة وقفنا في لقائنا السابق عند قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو قالت بذات الجيش إن قطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه أي أنها حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماس العقد الذي انفرط منها وهذا يدل على سماحته صلى الله عليه وسلم وعلى سهولة طبعه عليه الصلاة والسلام بل يدل على تيسيره ورفقه أيضا بالنساء وخصوصا الأزواج فقد كان صلى الله عليه وسلم رفيقا وكان شفيقا وكان رحيما حتى بالنسبة لهذا الأمر هذا عقد انفرط منها فلم يسجرها ولم يقل يعني مثلا كيف تحبسيننا مثلا على التماس هذا العقد ولكنه عليه الصلاة والسلام أقام من أجل التماس هذا العقد الذي انفرطه أو الذي انقطع وهنا بلغ أبا بكر الصديق أي أتاه أناس يشكون له ما صنعت عائشة لي لأن الصلاة حضرت حضرت الصلاة وطبعا كل الصلاة حضرت يبقى محتاجين للوضوء من أجل إقامة الصلاة أو من أجل الصلاة وهم ليسوا على ماء يعني ليسوا على بئر فيها مية أو عين مية وليس معهم ماء ليسوا على ماء وليس معهم ماء قد حملوه من بيوتهم مثلا فطبعا شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذ لم يجدوا ماء لم يجدوا ماء يتوضعون به راحوا يشتكل من لسيدنا أبو بكر باعتباره أنه هو أبو عائشة قالوا يعني انظر ماذا صنعت عائشة إلى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس يعني حبست رسول الله وحبست الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم هي تودوا إزاي هيصلوا إزاي فقال أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي هنا بيقول فجاء أبو بكر لما الشكوى دي بلغت سيدنا أبو بكر جاه علشان يسأل السيدنا أو يعاتبها أو يسجرها وكان رسول الله واضع رأسه في حجرة سيدة عائشة وفوكزها في خاصرتها يعني ضرب زغتها كده في الخاصرة الخاصرة هنا في الجنب وقال وقال حبست رسول الله والناس والناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضعوا رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك أنا بقيت خايف فتحرك ليه لأن رسول الله وضع رأسه في حجرها فمش عاوزة تصحي النبي عليه الصلاة والسلام خوفا من أن توقظه فلم يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم ربنا نزل آية التيمم وده شيء غريب إن ربما يعني هذا هو السبب في الظاهر طبعا السبب في الظاهر أن السيدة عائشة لما انفرت عقدها وأقام رسول الله على التماسه وحضرت الصلاة ولم يجد وقفنا قبل الفاصل عند قول أسيد بن الحضير لما نزلت آية التيمم وتيمم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقاموا وأدوا صلاتهم أدوا صلاة أو قضوا صلاتهم فسيدنا أو سيد بن حضير قال ممتنا وهو أحد النقباء قال ما هي بأول بركتكم يا ألأبي ونأخذ من هذا الجواز إضافة البركة إلى الإنسان كما قال سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى إسحاق باركنا عليه وعلى إسحاق فالبركة من الله سبحانه وتعالى لكن يضعها في من شاء وعند من شاء يضعها في الماء ونزلنا من السماء ماء مباركا يضعها في البيوت إن أول بيت نوضع للناس للذي ببكته مباركا في الأماكن سبحانه الذي أسرى بعبديه ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأخصى الذي باركنا حوله فالبركة من الله فإضافة البركة إلى سيدنا أبو بكر أو إلى آل أبي بكر يعني ليس فيه شيء بعض الناس يعترضوا يقول لك لا البركة نعم البركة من الله ولكن يضعها عند من شاء وفي من شاء وحتى في الأماكن حتى في الأماكن ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر هو ما قالش مثلا ما هي بأول بركات الله عليكم هذا هو المقصود المقصود أن هذا من بركات الله عليكم ليه لأن أيت التيمم من الذي أنزلها الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزلها فقوله ما هي بأول بركتكم بمعنى ما هي بأول بركة ينزلها الله عليكم أو من أجلكم فقالت عائشة فبعثنا البعير يعني خلينا البعير يقوم يعني بعدما كان بارك آم فوجدوا العقد تحت منه فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته ووجدنا العقد تحت البعير قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة تحويل قاله حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة القلادة ما يوضع على جيد المرأة يعني زي عقد عقد يعني تعلقه المرأة على جيدها أو على رقبتها كالسيدة عائشة استعارت القلادة دي العقد دا استعارته من مين من السيدة أسماء فهلكت فأرسل رسول الله وكلمة هلكت يعني ضاعت فأرسل رسول الله ناسا من أصحابه في طلبها يعني يدوروا عليها وبحثوا عنها وهذا دليل على رفقه كما تقدم دليل على رفقه صلى الله عليه وسلم بالنساء يعني المرأة مشغولة بهذا الأمر كنوع من الزينة أو نوع من التزين فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتنزل مش بس مع أزواجه حتى مع أصحابه فقد كان يضحكوا مما يضحكون منه ويعجبوا مما يعجبون يعني ما كان يستنكف أن يشتغل بأمر حتى ولو كان هذا الأمر غير ذيبال حتى ولو كان غير ذيبال برضك من باب التنزل ومن باب السماحة ومن باب الرفق بعت بعض أصحابه يدوروا على العقد ده في طلبها فأدركتهم الصلاة فصلوا بغير وضوء طبعا لما يعرفوش الحكم عملوا يصلوا من غير وضوء لأنه ملقوش مية فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم شكوا ذلك إليه فنزلت آية التيمم فقال أسيد بن حضير جزاك الله خيراً كلام للسيدة عائشة بيقول لها جزاك الله خيراً فوالله ما نزل بك أمر قطوء إلا جعل الله لك منه مخرجاً وجعل للمسلمين فيه بركة يعني المسألة دي هي نزلت مش من أجلك بس يعني نعم السبب إنك فقدت العقد ده لكن برضك كان هذا الأمر سبب في نزول آية التيمم والتي عمل انتفاع بها يعني من فقد الماء أو من كان في صحراء وانقطع به السبيل ولم يجد ماء يتوضأ فليتهمم ثم قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعاً عن أبي معاوية قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالساً مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى يا أبا عبد الرحمن أرأيت لو أن رجلاً أجنباً فلم يجد الماء شهراً يعني كأنه أعد في صحراء انقطع به السبيل ما فيش أي مصدر أو أي مورد للمية وأعد شهر منقطع وأجنب عليه الجنابة فلم يجد الماء شهراً كيف يصنع بالصلاة فقال عبد الله لا يتيمم وإن لم يجد الماء شهراً قال له لا يتيمم فقال أبو موسى فكيف بهذه الآية في صورة الماء إذا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فقال عبد الله لو رخص لهم في هذه الآية لأوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيد يعني هو يعني يقول الكلام ده خوفاً من أن الإنسان لو برد عليه الماء يعني لو قاف الشتاء الماء بتبقى ساعة يقوم يتيمم كسلاً بقى مش عاوز إيه ما عندوش سخان ما عندوش أي حاجة يدف بها الماء فربما إذا برد الماء ممكن إيه يكسل أو يتيمم فقال أبو موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجل الماء فتمرغت في الصعيد يعني ده يدل برضك على أن الصحابة ما كان عندهم فقه لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبههم إلى هذه الأشياء التي لم يعرفوا الحكم فيها يعني بعضهم كان بيتصرف من مجرد تصوره أو مجرد يعني تقديره في الأمر مجرد تقديره في الأمر بيتصرف لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم أكن إذا بلغه هذا التصرف وكان هذا التصرف يعني على غير وجه الصحة كان ينبههم بعد الفاصل سنواصل وقفنا قبل الفاصل عند قول أبي موسى لعبد الله ألم تسمع قول عمار بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد هذا التصرف يعني من قبل نفسه هو في تقديره في تقديره مثلا أن التيمم من الجنابة غير التيمم بسبب انتقاد الوضوء هو أعتقد أن مدام دي جنابة وكما أن المرأة بالقياس يعني هو استعمل القياس في المسألة دي كما أن المرأة إذا أجنب أو إذا أراد أن يغتسم من الجنابة بيعمم بيغمر الجسم كله بالمية فقال لك إذن في المقابل إذا تيممت لابد إيه إن أنا أمرغ جسمي كله في التراب أو في الصعيد فهو عمل كده أمرغ نفسه في الإيه في الأرض على إنه عاوز يرفع الجنابة وبيعتقد إنه هو ده التيمم الخاص برفع الجنابة فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة زي ما الدابة إيه تتمرغ في الأرض ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وأن تقول ما احنا قلنا قبل كده إن القول عندنا العرب موضوع للحكاية والحكاية إما أن تكون لظية وإما أن تكون فعلية قال بيده هكذا يحكي هذه الإشارة لما قال بيده هكذا بيحكي الإشارة دي يبقى حكاية فعل أو قال بالإناء أو بالماء فأفرغه أو قال بالباب فأوصده أو قال بالثوب فرفعه يبقى دي حكاية فعلية فهنا بيقول إيه أن تقول بيديك هكذا يعني تضرب بأيديك الاتنين كده تضرب بأيديك على الصعيد أو على التراب أو الشيء اللي إيه اللي إنت هتتتمم أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين مسح الشمال على اليمين هنا أنه يمسح هكذا يمسحه بالشمال دي يمسح على اليمين كده هو وثم ينتقل إلى بطن بطن اليد مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه ظاهر الكفين يعني بعد ما يمسح كده هو ظاهر الكفين دول ثم الإيه الواجه هذه بضربة واحدة بضربة واحدة وظاهر كفيه ووجهه فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار لم يقنع بهذا الكلام ثم قال وحدثنا أبو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد حدثنا الأعمش عن شقيق قال قال أبو موسى لعبد الله وساق الحديث بقصته نحو حديث أبي معاوية غير أنه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تقولها كذا أن تقولها كذا برض حكاية الفعل وضرب بيديه إلى الأرض فنفض يعني بعدما يضرب ينفض كده ينفض فمسح وجهه وكفيه وجهه وكفيه كده ثم قال وحدثني عبد الله بن هاشم العبدي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان عن شعبة قال حدثني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن ابن أبزا عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت أي أصابتني جنابه فلم أجد ماء فقال لا تصلي فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب تمرغت في التراب وصليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخه ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك فقال عمر اتق الله يا عمار قال إن شئت لم أحدث به إن شئت لم أحدث به قال الحكم وحدثنيه ابن عبد الرحمن ابن أبزع عن أبيه مثل حديث ذر قال وحدثني سلامة ابن ذر سلامة عن ذر في هذا الإسناد الذي ذكر الحكم فقال عمر نوليك ما توليت نوليك ما توليت أي أنت متحمل بتبعة ما أفتيت نوليك ما توليت بمعنى إيه نوليه ما تولى يعني نحمله بتبعة ما تحمل من الفتوى بغير علم مثلا ثم قال مسلم حدثني إسحاق بن منصور حدثنا النظر بن شميل أخبرنا شعبته عن الحكم قال سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزع قال قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرحمن بن أبزع عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال إني أجنبت فلم أجد ماءا وساق الحديث وزاد فيه قال عمار يا أمير المؤمنين إن شئت لما جعل الله علي من حقك لا أحدث به أحدا ولم يذكر حدثني سلامة عن ذر يعني سيدنا عمر لم يقبل منه هذه الرواية أو هذا الكلام وكان دا طبع سيدنا عمر كان لا يقبل شيئا إلا إذا أتى المتحدث بشاهد أو بأكثر من شاهد قال مسلم وروا الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى بن عباس أنه سامعه يقول أقبلت أنا وعبد الرحمن ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهم ابن الحارث ابن الصمة الأنصاري فقال أبو الجهم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى أقبل على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام يعني النبي كره أن يرد عليه السلام وهو على غير وضوء وما كانش فيه ميا فأقبل على الجدار وتأمم على الإيه تأمم على الجدار فمسح وجهه أقبى حتى أقبال على الجدار فمسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام أسأل الله في اختم اللقاء أن يديم علينا وعليكم هذا الاتصال بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا التواصل من أجل التعرف على هذا الباب العظيم من أبواب الفقه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة